السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا كلب اسمعني معكم للسلسفة من قناتي تيو كلب اسمعنا الاول من راجع الفيديو لا ينسى اشترك وفعلنا الجلس تعبير اليوم عن وصف الطبيعة في يوم خريفي غائم وممطر او تعبير عن وصف يوم خريفي غائم وممطر مني من احد متابع القناة هذا الموضوع كتبته لكم يا رب يعجبكم وتستفيدوا منه يمكنكم اخذ افكار منه اذا لم يعجبكم واذا كان موضوع طويل يمكنكم التلخيص بطريقتكم نقرأ الموضوع على بركة الله في يوم خريفي متقلب تقصية قمت بنزها الى بستان مجاور في الصباح الباكر لفت الشمس الكون به شهم النور وما هي الا ساعات قلائل حتى بدأت الغيوم السوداء بالزحفة عاملة معها امطار غزيرة السؤال صف الطبيعة في ذلك اليوم بشمسي وغيومي وامطاري وصفا نجدانيا تبين فيه ان لكل وجه من وجوه الطبيعة نكهته الخاصة للحال انطلقت خطواتي في صباح خريفي مترددة بين دفء الشمس ونسمات باردة تحمل رائحة اوراق الشجر الذابلة بدأ البستان كلوحة فنية رسمتها انامل الطبيعة بالوانها الذهبية والبنية والحمراء تتراقص معنا سيم الصباح العليل ولم يلبث نور الشمس انغطى الارض بعباء دافئة تداعب وجهي وتنير ضروب النزهة شعرت بدفء الحياة يسري في عرقي وكأن الشمس ترسل لي رسالة التفاؤل ببداية جديدة ولكن سرعان ما تغيرت ملامح الطبيعة فجأة سحبت الغيوم السوداء ستارها على سماء كانت صافية قبل لحظات ساد الصمت ولم يبقى سوى همس الرياح بين اخصان الاشجار العارية ازدادت برودة الجو وشعرت بقطرات المطر الباردة تهطل على وجهي فأن السماء تبكي على زوال فصل الصيف تحولت ألوان البستان إلى ظلال داكنة اختفت معلمه تحت سطار من المطر الغزير شعرت بخوف غامض كأن الطبيعة تحذرني من مخاطر قادمة وسرعان ما هدأت العاصفة وظهرت أشعة الشمس من جديد من بين الغيوم كأنها تعلن انتصارها على الظلام عادت ألوان البستان إلى الظهور ولكن بلمسة من الحزن والرهبة وفي تلك اللحظات أدركت أن كل وجه من وجوه الطبيعة يحمل نكهة خاصة فالدفء والضوء يشعراني بالأمل والتفاؤل بينما المطر والظلام يثيراني مشاعر الخوف والرهبة كل هذه المشاعر تشكل لوحة متكاملة لحياة مليئة بالتناقضات والجمال لقد علمتني تلك الرحلة أن الطبيعة هي مرآة لمشاعرنا تعبر عن مشاعرنا وأحزاننا تعبر عن مشاعرنا وأحزاننا وتشاركنا تقلبات حياتنا إنها مدرسة مفتوحة للتعلم والتأمل تلهمنا وتثري تجاربنا لقد علمتني تلك الرحلة أن الطبيعة هي مرآة لمشاعرنا تعبر عن مشاعرنا وأحزاننا وتشاركنا تقلبات حياتنا إنها مدرسة مفتوحة للتعلم والتأمل تلهمنا وتثري تجاربنا تجاربنا لو كان الموضوع أو الحل طويل يمكنكم التلخيص على حسب بعض السطور المطلوبة نكتب طبعا التعبير شكرا شكرا اشتركوا في القناة لا تنسى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة